موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية سوف نرى الدرس اليوم واحدة المعلومة على الهمزة المتوسطة يعني مليك تكون عندي الهمزة في وسط الكلمة كيفاش كان كتبه؟ نشرح ليكم مثلا مليك نقول سؤال نضع الهمزة فوق الواو لماذا؟ نقول سؤال نضع فوق الياء السؤال الذي يتبادل للدهن لماذا؟ نقول سائل الهمزة تضع فوق الياء أيضا لماذا؟ مثال آخر مني نقول سؤالة نضع الهمزة هنا فوق الألف الهدف من الدرس هذا هو أني نعرف امتى نضع فوق الواو امتى نضع فوق الياء امتى نضع فوق الأليف وكان بعض الحالات نضع فوق السطر بحال في كلمة ماء مثلا ماء نضع فوق السطر القاعدة هنا سهلة كنوح الترتيب لغسنين احترمو الترتيب كي يقولي أن الكسرة أقوى من الدم أقوى من الفتحة الذي بدورها أقوى من السكون نضع فوق السطر أنا نضع فوق السطر هذا الرمز هذا هو أقوى أنا نشرح لكم كنقصد بهذه العبارة الدرس كامل لكي تمثل في هذه الجملة إلا قتع لها القاعدة فإنه كتكون فهمت الدرس درس درس ما نشرح لكم هذه القاعدة كنقصد بالكسرة أقوى من الدم والدم أقوى من الفتحة والفتحة أقوى من السكون إلا جيت كتبت سائل مثلا نجعل المثال ديال سائل سائل كنا نأخذ الهمزة طبعا أنا ذوي الجواب صحيح ولكن أنا لي كي يطرح لي السؤال كيكون عندي بحلوكة وهنا عندي الهمزة محتاطة حتى من الكسرة القاعدة كتقول لي أني كنشوف الحركة اللي مع الهمزة فهذا الحالة كنا الكسرة وكنشوف الحركة ذي الحرف اللي قبل من الهمزة يعني كنظر على الحرف الألف النمي مدود هنا الحركة فهي السكون وكننقارن هذ الحركتين بجوج السكون والكسرة كون في يوم لكي يغلب على حسب القاعدة الكسرة أقوى من السكون وبالتالي كنكتب الهمزة فوق الياء على الضم على الضم الهمزة تكتب فوق الواو على الفتحة تكتب فوق الأليف والسكون والسكون تكتب على السطر نضيف نضيف المثال آخر اللي ديالوج هي الضم وكننجيك نشوف في القاعدة من الأقوى الضم أم الفتحة الجواب كي يقول هي الضم إذن فإن الهمزة غتكون الجواب صحيح غتكون فوق الواو يعني هنا أكتب مؤذن نضيف المثال آخر بجزيد وتفهمه مثلا كلمة لآمن كنجيك نشوف الهمزة الحارة كلمة اسباليا فد الحالة فهي الفتحة كنشوف الحافلة قبل منها هنا عندنا الكسرة من الأقوى الكسرة أم الفتحة على حسب القاعدة فإن الكسرة هي التي تربح وبالتالي نكشبها فوق الواو ونكشب لآمن تباب تطبيق القاعدة حاولوا تجاوبه على الدمرين نجي الحالة بحالة مئذنة عندي السكون ها هو هنا وقبل منه كسرة إذن الكسرة تغلب السكون تغلب السكون بالتالي ستكون فوق الياء مئذنة عندي السكون وعندي الفتحة إذن الفتحة تغلب السكون وبالتالي نحطها فوق الألف يعني نزير مرأب سكون عندي هنا فضاء نعتبر الفضاء وبالتالي عندي هنا سكون وعندي هنا سكون يعني سكونين وبالتالي السكون مع السكون هي السكون إذا كانت نفس الحركة فإن ذلك حركة كثيرة بعحة مني كنقول السكون فإني كنقول على السطر ماء عندي الضمة والفتحة كنشوف الإشارة دين الهمزون اللي قبل منها يعني عندي الضمة والفتحة إذن الضمة تغلب الفتحة وبالتالي نديرها فوق نكشب ماء عندي فضائيات هنا عندي الكسرة وعندي السكون بالتالي الكسرة كتزم السكون إذن غنحطها فوق لها فضائيات وإملاء عندي الهمزة اللولة مقبل منها والو مني كيكون مقبل منها والو فهذه مشي الحالة كان ندرع عليها عندي الهمزة المتوسطة هذه الهمزة في الأول كتكون دائما على الأليف بينما إملاء عندي سكون هنا هذه الأليف وقلنا في الأخر كتزم السكون إملاء إذن عندي سكون مع سكون وبالتالي كنقول أني غنكتب الهمزة فوق السطر أجلي كين في هذا الدرس اليوم كنت منها تكونوا استفتوا معايا وعرفتوا كيفاش التفسيرات ذلك كنكتبوا الهمزة فوق الواو ولا فوق اليا ولا فوق الأليف ولا فوق السطر واندرب لكم موعد جديد في درس آخر على كيزاكو بوان كوم كان معكم رضوان السلام عليكم موسيقى موسيقى الرضوان رضوان الرضوان اشتركوا في القست helpless